السلام البنات كديري لبس عليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيه مجموعة من نصائح تجارب حقيقية لسيدات حملوا بهذه الوصفات الطبيعية وكذلك هذا الطرق اللي هنذكر في الفيديو أكيد أنها طرق طبيعية مئة في المئة وهذا الشي اللي كتبغيه معظم السيدات أنهم يتعالجوا من المشاكل اللي كتكون كتأخر لهم الحمل بشكل طبيعي بدون تدخل الأدوية إذن بقاي معي وتابعي الفيديو تالأخير وما كرتش منكم أنكم ديما تشجعوني باللايكات ديالكم إلا أعجبكم المحتوى ديالفيديو ووصلوه لي الأكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة ولربما تكون هذه الطرق تجربها سيدة أخرى متشوقة للحمل ويحصل عندها الحمل بسرعة بإذن الله السيدة الأولى كتقول بأنها اعتمدت على طريقة استعمال بيكربونات الصودة كيكون عن طريق أكياس للتشطيف تباع في الصيدلية بطبع الحال كتستعملها عن طريق وضع كيس في ماء أو في وعاء ماء دافئ والجلوس فيه قبل العلاقة لمدة عشرة إلى ثلاثين دقيقة يعني قبل العلاقة بعشرة إلى ثلاثين دقيقة كتجلس فوق هذا الإناء هذا اللي فيه الماء اللي فيه بيكربونات الصودة هذا الأمر هذا كيساهم في تنشيط التبويض وكذلك زيادة حركة الحيوان المنوي ما عندوش علاقة بولادة الدكور كيفما كتعتقد معظم السيدات ولكن عندو علاقة بتنشيط المبايض كذلك الفيتامينات اللي كانت كتاخد كانت كتاخد فيتامين أ كيساعد على تقوية المبايض عندو دور كبير في انتظام الهورمونات كيفما كيتستخدم لزيادة الرغبة بطبيعة الحال أن الأبحاث تبتتع لأن الزنك كذلك من العوامل المساعدة في نضوج الأعضاء تناسلية وكذلك تقوية المبايض وفي المساعدة على الإبادة فيتامين سي كذلك متعدد الوظائف له دور كبير في زيادة المناعة تجديد الخلايا حملت السيدة بهذه الفيتامينات ممكن تلقيها في فيتامين يعني في علبة واحدة ممكن تلقي الزنك ممكن تلقي فيتامين سي وكذلك فيتامين أ يعني ممكن تجمعها في دواء واحد أو فيتامين واحد كيتباع في الصيدلية وتقولي لهم بغيت هاد الفيتامينات هادو ويعطوك واحد المسمى ديال واحد الدواء أو كيفما كنقوله ما شي دواء اللي هو كيكون مكمل غدائي كيحتوي على هاد العناصر الغدائية اللي كتساعد بالدور ديالها في تقوية البويضة وفي نضوج البويضة وفي جاهزيتها لاستقبال الحيوى المنوي والتخصيب بسرعة كذلك هاد السيدة كان عندها الرحم مائل لتجأت للتمريخ أو يعني التدليق ديال الرحم وكانت يعني كتلقى عليه نتائج مرضية من الشهر الأول حملت هاد السيدة هادي بواسطة التدليق والاستخدام ديالها البيكربونات الصودة وهاد الفيتامينات وتم عندها الحمل بشكل طبيعي كانت كتستخدم كذلك الميرامية كان عندها هرمون الحليب مرتفع وكانت كتتاخذ الميرامية لمدة ثلاثة أشهر ونخفض عندها هرمون الحليب وفي نفس الشهر حملات سبحان الله كانوا هاد المجموعة من النصائح استفدت منهم واعتمدت عليهم وتم عندها الحمل بطبيعة الحال السيدة الأخرى كانت كتتعتمد على تقنية التنظيف للرحم تنظيف بعمق يعني حاول أنك تنظف الرحم بعمق من تجارب بعض السيدات اخذت واحد الوصفة اللي هي عبارة عن تمر وحب الرشاد تمر وحب الرشاد يعني هذا الأمر هذا كيساهم في أنه كينشط الإبادة كينظف الرحم من بقايا الدورة السابقة تمر وحب الرشاد ممتاز جدا في أوائل أيام الدورة يعني في أربعة أيام الدورة يعني في أول يوم للدورة وانتي كتأخذي ثلاث تمرات يعني التمر كتتملئي بواحد نصف ملعقة من حب الرشاد يعني وكتفرقي أو كتوزعي نصف ملعقة من حب الرشاد على ثلاث تمرات يوميا مدة أربعة أيام متتالية وسبحان الله استفدت من هاد الوصفة وتم عندها الحمل اكتشفت كذلك بأن هاد الوصفة كتنشط المبايد وثلاثة ديال السيدات أخرى يتحملوا بها يعني الثلاث تمرات مع حب الرشاد يوميا حملوا بها ثلاث سيدات أخرى يعني هاد الامر هاد ممكن أنه يكون صدفة وممكن تكون هاد الوصفة هدي السبب في الحمل ديالهم من بعض الله بطبيعة الحال كين بعض السيدات كذلك أو سيدة أخرى اعتمدت على البيض البلدي البيض البلدي بطبيعة الحال وضفت له الكمون أو الكمون نصف ملعقة من الكمون وكذلك ضفت له نصف ملعقة حبة سوداء قلاته في زيد الزيتون يعني هاد الوصفة هدي كتكون علاج ممتاز كتسخن الرحم وكتقوي جدار الرحم يعني البيض البلدي مقلي بطبيعة الحال مع حبة البركة أو الحبة السوداء ضفت له نصف ملعقة ديال الكمون وضفت له زيد الزيتون بطبيعة الحال باش قلاته هاد البيض هاد وهذه هي الطريقة اللي اعتمدت عليها بطبيعة الحال غادي تناولي هاد الوصفة هدي في الفطور ديالك لمدة أسبوع من خامس يوم للدورة ركزي معايا في هاد الوصفات إلا بغتي وصفة من هاد الوصفات اللي اعتمدت عليها الأخوات حاولي تسجل وصفة واحدة فيهم وجربها وإن شاء الله ربي غادي عبك تسير وغادي يسهلك الأمور بإذن الله يعني هاد البيض هاد بدتك تفتر به يوميا من خامس يوم للدورة وبعد الأكل يعني يعني بعد الأكل مباشرة غادي ترتاحي في الفراش ديالك باش تدفي يعني من هاد الوصفة هدي بأنك تصخن الجسم كتصخن الراحيل فحاولي أنك من بعد هاد الفطور أو هاد الوصفة تدفي راسك مزيان باش يعني ذاك المفعول ديال الحب السوداء والكامون يعطوا المفعول ديالهم وتنجح معاك هاد الوصفة هدي وهاد السيدة كذلك تقول بأن الراحة والحرص خلال فترة التبويض إلى موعد الدورة المقبلة أمر مهم بزاف كيسام في أنه كيتبت البويضة وما كيخليهاش تحرك من جدار الرحم وبالتالي ما تسقطش مع الدورة يعني ما يتبتش الحمل فحاولي أنك تخذي واحد القسط كافي من الراحة بعد أيام الإبادة لغاية الدورة المقبلة وإن شاء الله ما تجيكش الدورة المقبلة ويكون عندك الحمل بإذن الله سيدة أخرى كتقول بأنها اعتمدت على الآية اللي معناها استغفروا الله إنه كان توابا يرسلوا عليكم السماء مدرارة ويمددكم بأموال وبنين وكترات من الاستغفار وبطبيعة الحال التصدق يعني بشكل مستمر وبطبيعة الحال الصلاة والدعاء والإكتار من الدعاء يعني صلاة الفجر والإكتار من الدعاء والاستغفار وحملات في نفس الشهر يعني بدون أنها تأخذ أي وصفة اعتمدت فقط على الدعاء والاستغفار وكانت كتردد دائما ربي لا تدرني فردا وأنت خير الواردين وربي سبحانه استجب لها في نفس الشهر كانت المفاجأة أنها حامل بدون محفزات أو أدوية ولله الحمد والمنى أولا وآخرا اعملوا وتكلوا على الله وإن شاء الله يرزقكم كما رزق هذا الأخت هذه الدعاء عند العلاقة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قراءة صورة البقرة وصورة مريم والمعودات بنية الحمل زائد الصدقة لوجه الله وبنية الحمل وكذلك بنية الدرية الصالحة بطبيعة الحال هذه الأمور تساهم في أنها تتعلم من فرص حدود الحمل وكذلك هذه الطريقة اعتمدها مع الوصفات ممكن أنك تعتمدها ديما تكترم الدعاء وديما توكل على الله وديما التاج إلى الله سبحانه وتعالى بشرب بيء يستجبلك الدعاء ديالك ويعطيك الدرية الصالحة بطبيعة الحال واحد السيدة أخرى كانت تكدير ماء اللقاح أو شرب ماء اللقاح من ثاني يوم الدورة ولمدة عشرة أيام للزوجين معا لاستمرار على العسل الطبيعي على الرق وقبل النوم كذلك كانت تكدير هذه الوصفة مع تناولها للزنجبيل الطازج مع ماء زمزم يعني الزنجبيل الطازج كانت كتناوله باش تنشط الرحم ديالها وتنشط البويضات كذلك العمر ديالها كان 38 سنة يعني وربي استجبلها الدعاء ديالها واستجبلها الرغبة ديالها في حصول الحمل وتم عندها الحمل بهذه الوصفات هدي وبالإكتار من الدعاء كانت كتناول كذلك الزنجبيل مع العصير يعني مع عصير الليمون كتدير الزنجبيل وكتناوله كل ما بغت العصير كتدير فيه الزنجبيل وسبحان الله ما مرش على الزواج ديالها شهرين وكانت حامل يعني سبحان الله هذه الوصفات هدي كتعطي المفعول ديالها كذلك كتقول بأن الرشاد أيام الدورة أو حب الرشاد مع ملعقة عسل على الريق كانت كتعطي سيدة أخرى كتقول بأن معظم السيدات كيتهاونوا في الوزن الزائد يعني كيخليوا الوزن الزائد ما كيعتبروش عائق أمام تأخر الحمل وهذا القصة حقيقية السيدة كانت كتعاني من وزن زائد ما خلتش من أطباء يعني من طبيب لطبيب تعبت من الأدوية والإبر قلست سبع سنوات ومن بعد قررت أنها تدير واحد الريجيم وبالفعل نقصت من الوزن وسبحان الله بعد ما كان الأطباء كيقولوا لها ما عندك شتابويد أصلا حملات بفضل هذا يعني بفضل الله وبطبيعة الحال بالريجيم اللي دارت بعد ثلاث سنوات قررت أنها تدير الريجيم مرة تانية وسبحان الله حملت للمرة التانية يعني حملت المرة الأولى اللي دارت فيها الريجيم ومن اللي عاود تاني قررت عاود تحمل درت الرجيم مرة أخرى وحملات يعني كان الرجيم هو السبب ديالها في الحمل ديالها بطبيعة الحال من بعد الله يعني بالمختصر المفيد سبب تأخر ديال الحمل عند بزاف ديال السيدات ممكن يكون الوزن الزائد فحاولوا أنكم تنقصوا من الوزن ديالكم تناولوا حمد الفوليك حبة واحدة من لصيد فوليك مع حبات أسبيرين الأسبيرين مفيد بزاف كي يساهم في أنه وكي نشط عمل الدورة الدموية وبالتالي كي يسبب في الحمل بسرعة هالتجارب هادو كانت تجارب حقيقية المجموعة من السيدات جربوا واحدة من هاد الأفكار والنصائح ولا ربما تنتم يتم عندكم الحمل إن شاء الله وتفرحونا جميع كان هدا هو الفيديو دياليوم إلا عجبكم بحال هاد النوع ديالفيديوهات خلوا هالي في تعليق أسفل فيديو كذلك كي لا عندكم أي استفسار على الوصفات اللي قدمت في هاد الفيديو حاول تسوء